رغم أن الأطفال أثناء مراحلهم العمرية المختلفة ينمو مستوى الإدراك والانتباه لديهم تدريجياً إلا أن هناك أطفال تتراوح أعمارهم بين 16 و 18 شهراً يبحثون عن العدالة منذ عامهم الأول ويتوقعون دوماً رؤية من يخالفون القوانين يتم معاقبتهم من قبل المسؤولين مثل الأهل والمدرسين صحيفة ديلي ميل البريطانية كشفت في دراسة لها أن الأطفال توقعون أن ينفذ القادة التصرف المناسب في حال خرق شخص ما القواعد والتقاليد حيث قام الباحثون في هذه الدراسة باختيار مجموعة من الأطفال الصغار باستخدام عرض دمى على شكل ديبابة حيث يحتفظ الدب المتنمر بجميع الألعاب لنفسه ولا يشاركها مع الآخرين وعندما فشل القائد في معاقبة المتنب حدق الأطفال الصغار في مكان الحادث لفترة أطول وهو ما يفعلونه عندما يرون شيئاً غير متوقع ولكن عندما تدخل القائد لمنح الألعاب لباقي الدبابة نظر الأطفال بعيداً بقدر تسع ثوان وأظهروا أن الأحداث قد سارت كما توقعوا وخلصت الدراسة أن الأطفال قادرين على التمييز بين الخطأ والصواب حتى قبل أن يتمكنوا من الكلام وأن الطفل عندما يدخل عامه الثاني يولي بالفعل اهتماماً بمسؤوليات القادة بما في ذلك تصحيح الأخطاء ومعاقبة المخالفين وعدم التصرف بأنانية ترجمة نانسي قنقر